تعقد النادي الاهلي رسميا مع المدرب السوري ماهر البحري ليتسلم مهمة المدير الفني الجديد للفريق في الفترة المقبلة وكان المدرب الوطني أنزور نفش قد أقيل قبل فترة قصيرة قبل النتائج المتواضعة التي حققها حيث يبحث الاهلي من خلال تعاقد مع البحري عن تحسين مستوى الفريق وإنقاذه من الهبوط إذ يحتل الاهلي المركز الأخير في دور المحترفين برصيد سبع نقاط وكان البحري قد تولى مهمة قيادة الجهاز الفني للأهل سابقا حيث قاده لتحقيق نتائج جيدة أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن غياب عمر سوما عن منتخب بلاده في مواجهتي الأردن وأوزباكستان وديا يومي الثاني عشر والسادس عشر من الشهر الحالي وقال اتحاد الكرة السوري في بيان رسميا له إنه تواصل مع لاعب اتحاد جد السعودي عمر السوما الذي أفاد أنه يشعر بألم في ركبتيه مما اضطره إلى مراجعة المستشفى وتبين فيما بعد أن السوما يعاني من تمزق في العضل سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوع على الأقل الأمر الذي أكد غيابه بشكل رسميا عن المباريات المقبلة لمنتخبه اشتركوا في القناة